اشتركوا في القناة ومنعرجاتها ومعالمها وحتى لحظة الختم لحلة الحفظ جمعت صدورا كان حلمها الأول أن تدرك الصحبة والأنس والشفاعة بآيات الرحمن وتكون من تلك الثلة المباركة أهل الله وخاصته لحلة الحفظ كانت عامرة بترديد الآيات كانت مبللة بندى العبرات الأياد تسند بعضها بعضا إذا ارتخت الهمة وضعفت العزيمة وحلت الوساوس ولم تكن تلك الحلقات تستسلم لليأس فرحمة الرحيم أوسع القلوب والجوارح تتسابق علها تبلغ أيكم أحسن عمل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كانت بداية الحفظ هي بداية الاستقامة ولله الحمد كان ذلك في المرحلة الثانوية سنة الثانية ثانوي حين قررت التسجيل في مسجد الحي كان الحفظ بدون أحكام في تلك الفترة نظرا لانعدام تواجد أستاذة تتقن الأحكام في المسجد عندما التحقت بالمسجد لأول مرة شعرت بالإحباط لأن أغلب صديقاتي في الحلقة كن متقدمات في الحفظ لكن يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فتداركت ذلك بالعرض على الأستاذة خارج أوقات الحلقة ورغم تخل لهذه الفترات ضعفا والتباسا إلا أنني لازمت الدعاء لتجنب الانتكاس في البداية لم تكن هناك خطة للحفظ بل كان الحفظ عشوائيا وكما يقال من لم يخطط لنفسه خطط له الشيطان وكان هذا سببا في عدم التقدم في الحفظ فأول خطوات الانضباط أن تتقيد بمقدار معين تعرضه على شيخك وأن تلتزم بالحفظ من مصحف واحد مع ملازمة الدعاء ومجاهدة النفس أما عن جو الحلقات فقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت ولم تتسع لنا غير حلقة صغيرة التففن حولها لتلاوة آيات طمأنينة وود وقرب ورغم تغير الوجوه واختلاف الأماكن إلا أن الأيام تسير والآيات تترسخ والحفظ يزداد حتى يتراء لنا تاج الوقار كانت علاقتي مع آساتذة قائمة على الود والاحترام فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فمعلم القرآن له مكانة خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولقوله أيضا من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها وما تليت ولكن احرس أن لا تعلق قلبك بشيخك ولعلق قلبك بالقرآن فقط فخلال رحلتي في حفظ القرآن درست عند أكثر من عشر أستاذات في كل مرة كانت تفارقني معلمة لضرف كنت أحبط لكن مع تداركي أننا نفارق الجميع إلا القرآن قائم لا يزول كنت أسارع في كل مرة للبحث عن أستاذة أخرى وأحفظ المزيد لا أعرف أين كنا سنولي وجوهنا لولا رحاب القرآن لولاه لما تمهدت لنا الطرق ولا عرفنا التعامل مع محطات الدنيا القرآن منهج رباني يبارك عمل صاحبه فما زحم القرآن شيئا إلا باركه فالحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين ونورا للمستبصرين وهاديا لأقوم سبيل ومعينا وخير دليل نسأل الله العظيم أن ينفعنا به وإياكم ويرزقنا نوره وبركته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر